أهلا بكم أكد وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع حرص الوزارة على تسريع وطيرة إنجاز المشروعات التي تنفذها وتقليل نسبة الأوامر التغييرية فيها وأوضح المطوع أن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لاسيما تلا في ملاحظات الهيئة الرقابية وتقليل نسبة الأوامر التغييرية أكد وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع حرص الوزارة على تسريع وطيرة إنجاز المشروعات التي تنفذها وتقليل نسبة الأوامر التغييرية فيها وقال الامطوع في تسريح على هامش استقباله المهنئين بمناسبة توليه منصبه الجديد أنه سيبحث مع المسؤولين في وزارة المالية ملف المشروعات المتأخرة بسبب الميزانيات بغية التوصل إلى حلول سريعة لها من المواضيع المهمة اللي ودنا كذلك نركز عليها هي موضوع مطار الكويت مطار الكويت مشروع حيوي وتم توقيع العقد مع المقاول وبإذن الله إن شاء الله سنبدأ فيه بجد ونتمنى أن ينتهي نتمنى أن ينتهي وأنا أنبأ على المسؤولين في وزارة الأشغال نتمنى أن ينتهي المطار في وقته التعاقدي حسب العقد أو قبل فترة وقته التعاقدي ومن جانب آخر أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال أحمد الحصان أن الوزارة تدشن تسعة افتتاحات جزئية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 نحن بجدين تقريبا منذ سنتين بأول افتتاح للرنبات على دوار هيئة الأمم بطريق الجهرة وأيضا افتتحنا الجزء الغربي من طريق الجهرة بعقد مختلف وهناك تم افتتاحات أخرى لطريق الجهرة الجسر الآن تقريبا متكامل بالافتتاح بكل الحارتين الجهتين وأيضا هناك عدة افتتاحات سوف تتم للتقاطعات الرئيسية الحصان أوضح أن الافتتاحات المزمعة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التسليم الجزئي لمشاريعها